خلينا نطلع نشوف جولة في الأخبار المحلية والعالمية وآخر هذه الأخبار ونطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نكمل بقية هذه الحلقة وقع مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وأحد أهم الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري بروتوكول شراك وتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات لأعضاء الأندية الراغبين في تملك وحدات سكنية تابعة للهيئة بالإضافة إلى تشغيل وإدارة الأندية في المجمعات السكنية التابعة للهيئة بالمدن الجديدة يعود المغربي رضا سليم نجم النادي الأهل اليوم للظهور في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أمبي في كأس مصر وذلك بعد زوال الألم الذي شعر به اللاعب في الرجبة خلال التدريبات الماضية وتسبب في غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبي في إياب دور الاثنين والثلاثين لدور أبطال أفريقيا والتي فاز بها الأهل برباعية دون رد يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمعسكر أكتوبر في الفترة من التاسع إلى السابع عشر والذي يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي الثاني عشر والسادس عشر من أكتوبر يواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي نظيره الأردني يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري باستاذ القاهرة قبل السفر إلى أوزباكستان لمواجهته وديا يوم السادس عشر من الشهر نفسه استقبل مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم وفدا صومليان يتقدمه السيد علي عبدي محمد رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم والمدير التنفيذي لبحث التعاون الرياضي المشترك بين الطرفين قرر ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد نظرا لضغط المباريات في بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في الكونغو واستثمر الجهاز الفني للفريق بقيادة ديفيد ديفيز الراحة التي حصل عليها الفريق وقرر منح اللاعبين بعض الوقت لزيارة أحد الأماكن السياحية في الكونغو ومن مقرر أن يلاقي الأهلي غدا فريق نزيكو الكاميروني في دور الثمانية للبطولة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة منح محمد عادل المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد السيدات بالنادي الأهلي اللاعبات راحة من التدريبات اليوم وجاء قرار المدير الفني بإراحة اللاعبات بعد تأهل الفريق لدور الثمانية في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل ومن مقرر أن يواجه سيدات يد الأهلي غدا فريق فاب الكاميروني في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا اليوم انطلاق عملية بايع تذاكر بطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي ستقام بألمانيا بعدما كشف قبل شهر تقريبا عن الأسعار الرسمية للمسابقة الرسمية ينافس النجم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني الأول على جائزة أفضل هدف في ليفربول الإنجليزي خلال شهر سبتمبر الماضي بهدفه في شباك فريق لاس كلينز النمسوي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدور الأوروبي قدم نادي نوفي بازار الصربي اليوم المدافع المصري الشاب عمر فايد بعد انضمامه للفريق على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من نادي فنار بخشة تركي